أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن يكون محسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر غاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين رجما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبإساء المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفر تكادوا تميز من الغيز كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم ووجهروا به إنه عليم بذات الصدر ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو الذي يجعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكمها وكلوا من غزقه وإليه المشر أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولمعوا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما ينسقهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسر رزقه بل لجوا في عطوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وديه أهدا أم من يمشي سرييا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئداء قليلا ما تشكرون قل هو الذي دركم في اللغة وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا ذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة أجور الذين كبروا قل هذا الذي كنتم به تدعون قل لغيت من أهلك لي الله من معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل لغيت من أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أريتم إن أصبح ماءكم غورا ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك العلا خلوق العظيم فستبسر ويبسرون بأيكم النفطون إن ربك هو أعلم من ظل عن سبيله وهو أعلم من المهتدين فلا تتع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تتع كل حلاف مهين هماز مشاء من أميم من لا عل للخير معتد أسيم عتل بعد ذلك زليم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسنه على الخرطهم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ولا يسرمنها مصبحين ولا يستسنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كسرم فتنادوا مصبحين أن يغضوا على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوهم يتغافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألما قل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كذاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمن علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعوا ليلة سجود فلا يستطيعون خاشعة أبصرهم ترهقهم ذلا وقد كانوا يدعوا ليلة سجود وهم سالمون فذرني من يكذب هذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مرمهم مسخلون أم عندهم الغيب وهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب حوط إذ نادى وهو مكزوم لولا أن تدركه نعمة من ربه لنبد بالعرائي وهو مزموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكادوا الذين كفروا ليدلقونك بأبصارهم بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب السمود وعاد بالقارع فأما سمود فأهلك بالطارع وأما عاد فأهلك بغيح سرسر عاتيا سقرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجازوا نخل خابيا فهل ترى عليهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأغدهم أغذة ربيا إنا لما ترى الماء حملناكم في الجاريا لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيا فإذا نفر بالسرع نفخة واحدة وحمية الأرض والجبال فدكدا دكة واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهيا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سماليا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول يا ليتني لم أعطى كتابيا ولم أدغم حسابيا يا ليتها كانت القاضيا ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطاني يأخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون دراعا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقابيل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليسه دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبغ صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يمجيه كلا إنها لزاعة للشراء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الجهر جزعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافزون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافزون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهتعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيتمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم رب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداس رعا كأنهم إلى نصب نفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أرد قومك من قبل أن ياتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا هواتعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر أو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يسدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آدانهم في آدانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرعت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات تباقا واجعل القمر فيهن نورا واجعل الشمس سراجا والله أمتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله أجعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنه معصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكره مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن نودا ولا سواعا ولا يرون سيعوك ولا سرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم رقوا فأدخلوا نارا فليمجدوا لهم من دون الله أنصرا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقال إن لا سمعنا قرآنا معجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا متغدا صاحباتا ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن نازلنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون رجال من الجن فأسادوهم رهقا وأن ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنه لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنه كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنه لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنه منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائقا قددا وأن نازلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنه لما سمعنا الهدى آمنا به فالمن يؤمن بربه فلا يخاف بغسا ولا رهقا وأنه منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذك ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجرني من الله حد ولن نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصل رسله فإن له نار جهنم وخالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالموا الغيب فلا يجر على غيبه أحدا إلا من اغتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه غصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُكُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ أَبِنْقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَغْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا إِنَّا شِئَةَ اللَّيْلِهِ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَرِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّغِذُهُ وَكِيلًا وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُوهُمْ هَجِرًا جَمِيلًا وَذَنِي وَالْمُكَذِّبِينَ وَلِلنَّعْمَةِ يُمَهِنْكُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطْعَمًا وَذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَغْجُبُ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِبًا مَهِلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعُونَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعُونَ رَسُولًا فَأَغَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُوا الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ فَطِيرٌ بِهِ كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَتْ تَغْدَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُمْ أَدْنَى مِنْ سُلُسَي اللَّيْلِ وَنِسْوَهُ وَسُلُسَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ والله يقدر الليل والنهار على من لن تحسوا وتاب عليكم فكرؤوا ما تيسر من القرآن على من سيكون منكم مرضى وآخرون يدربون في الأرض يبترون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فكرؤوا ما تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَقِرِدُوا اللَّهَ قَرْدًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْزَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رَفُورٌ رَحِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّسِرُكُمْ فَأَنْذِرُوا رَبَّكَ فَكَبِّرُ وَاسْيَابَكَ فَطَّهِّرُ وَالْرُجْزَ فَهَجُرُ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرُ وَلِرَبِّكَ فَاسْبِرُ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ أَلَا الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ يَسِيرُ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُدًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِدًا ثُمَّ يَطْمَرَ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِ نَعْنِدًا سَأُرْهِكُهُ سَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدْرَ فَقُدْلَ كَيْفَ قَدْرَ ثُمَّ قَدْرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَر ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَغْمَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٍ يُؤْسَرٍ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرَ سَأُسْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَ كَمَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرَ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ الْنَارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِي تَذَلِّ الَّذِينَ كَبْرُوا لَيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَغْتَابَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مردوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مسلاه كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة شافعين فما لهم عن التذكرة معبدين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرا كلا إنه تذكرا فمن شاء ذكرا وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم من نفس اللواما أيحسب الإنسان أن لن نجمع زعما بل قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إنبأ الإنسان يومئذ بما قدم بأخر وللإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبعوا قرآنا ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق وذن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذبت ولا ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة ممن يجي يمنا ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنسى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا مصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا إنا أعتدنا للكافئين سلاسلا وأغلالا وصعيرا إنا الأبغ يشربون من كأس كان مزاجها كافرا عين يشرب بها عباد الله فجرونها تفجيرا ينفون من نده يخافون يوما كان شبه مستطيعا ويتعمون الطعام على حبه مسكيلا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا لخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نذرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحغيرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زم حغيرا ودانية عليهم زلالها وذللت كتوفها تزللا ويطاف عليهم بآلية من فدة وأكوب كانت قواريرا قواريرا من فدة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان بزا جهازا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منسورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم سياب سندس خدر واستبرق وحل وسابر من فضا وسطاهم ربهم شرابا كهورا إن هذا كان لكم جساء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزلا فاصبر لحب ربك ولا تطع منهم آسما أو كفرا وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا قبيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويزرون وراءهم يوما سقلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا وسألهم تبدلا إن هذه تذفرة ومن شاء التغذى إلى ربه مآبا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا اللبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأين يوم أجلاد ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجهمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعما قادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ذل ذي سلاس شعب لا ظليل ولا يغني من الهب إنها تغمي بشرب كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينتقون ولا يؤزن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربواها لآن بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله المولان العظيم